أهلا بكم ودعت مصر عام 2023 بحصد أهم الإنجازات الصحية والتي تبلورت من خلال المبادرات الرئاسية التي ساهمت في ارتقاء الخدمات الصحية للمواطنين إنجازات مصر في القطاع الصحي خلال عام 2023 كان من أبرزها تسلم مصر الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي وذلك من منظمة الصحة العالمية نجحت مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة والتي تحمل اسم مئة مليون صحة في علاج واكتشاف أمراض عدة من بينها مبادرة الكشف عن سرطان الثادي ومبادرة الأنيميا والتقزم والسمن بين طلبة المدارس في السطور التالية نتعرف على إنجازات هذه المبادرات لصحة المصري اطلاقوا مبادرة مئة يوم صحة وذلك لإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة منظمة الصحة العالمية أشادت بإنجازات مصر وما حققته في مسار القضاء على الالتهاب الكابدي سي الدولة قامت بتوفير ثلاثة أدوية جديدة تأخذ بالفم لعلاج أصعب أنواع سرطان الثادي مجانا وأيضا اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وإدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة مصر استطاعت كذلك منع قوائم الانتظار في العملية الجراحية واتخاذ إجراءات من شأنها تيسير وإسرع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة والدولة قام بالبدء فيما كانت 500 منشآة صحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية إدراج طعم هيموفلاس لإنفلوانزا النمط باء ضمن طعم الخماسي في عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر بالطبع كان عاما مليئا بالإنجازات في القطاع الصحي والإشهادة الدولية بما حققته مصر في هذا الإطار وتتواصل الجهود لتوفير حياة كريمة وخدمة طبية متميزة للمواطنين